لا جدال في أن قطاع التعليم في لبنان يعاني من ترد كبير على غير القطاعات الأخرى وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد وبحسب الكثير من التصريحات الرسمية فإن وجود اللاجئين السوريين وأطفالهم يضيف ضغطا إضافيا على ذلك القطاع اللاجئون السوريون طبعا يتلقون مساعدات من جهات أممية ودولية كاليونسيف والمفوضية السامية للاجئين والاتحاد الأوروبي لدعم تعليم الأطفال السوريين واللبنانيين أيضا ولدعم قطاع التعليم اللبناني عموما إلا أن ذلك لم يمنع وزارة التربية من اتخاذ قرار بوقف الدروس في مدارس بعض الظهر لغير اللبنانيين هذا ما أعلن عنه المدير العام للوزارة عماد الأشقر الذي قال نحن نستقبل جميع الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع لكن لا يجوز أن لا يتعلم أبناؤنا وأن يتعلم أولاد غيرنا وبالتالي نعلن توقف الدروس في مدارس بعض الظهر لغير اللبنانيين إلى حين التوصل إلى حل لمسألة تعليم ما قبل الظهر يأتي هذا بعد إعلان المدرسين المتعاقدين في التعليم الرسمي بلبنان إضرابا في المدارس الرسمية ردا على تردي أوضاعهم وما وصفوه بالإهانة التي وجهها وزير التربية للمعلمين بجعل حوافز يومهم التعليمي خمسة دولارات دوام التلاميذ اللبنانيين في المدارس الحكومية يكون في الغالب قبل الظهر أي صباحا ويمكن استقبال التلاميذ السوريين في الدوام الصباحي إذا توفرت الشواغر وهو أمر نادر في ظل ظروف البلاد الحالية ولجوء اللبنانيين إلى المدارس الحكومية لكن معظم التلاميذ السوريين يداومون بعض الظهر طبعا هذا القرار أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل فهنا حسين الموسى يقول لفرضنا ما في لاجئين شو كان عملوا شو كانت الحلول حاجة استغباء عنصرية إجا ملايين الدولارات من المنظمات والدول المانحة بس الأموال نهبت وأنتوا عارفين هالشي أما خالد الوعس فيقول الحصول على كامل مستحقات المعلمين أمر مشروع ومعهم حق لكن أن يحصل الأمر بهذه الطريقة وتحديد الطلاب غير اللبنانيين أمر بعيد كل البعد عن الإنسانية ورسالة المعلم يحق لوزارة التربية ابتزاز المفوضية والضغط عليها لتحصيل أكبر قدر من المنفعة حسب الأمم المتحدة مشاهدين هناك نحو ستمائة ألف طفل سوري في لبنان بعمر الذهاب إلى المدرسة من أصل نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري وتقول إنه في عام 2021 التحق أربعمائة وعشرون ألفا من الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وسبع عشرة سنة إما بالمدارس الحكومية أو ببرامج تعليمية من منظمات أممية وخيرية وهو ما يشكل سبعين في المئة من نسبة الأطفال نسبة التحاق الأطفال السوريين بالتعليم في لبنان قد تختلف طبعا بين عام وآخر وتقول الأمم المتحدة إن أهم أسباب عدم التحاقهم التكاليف في مواد التعليم وتكاليف النقل بالإضافة إلى عمل الصبيان لمساعدة أهلهم وزواج البنات في سن مبكر شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها